ازايكم يا احلى متابعين في الدنيا وحشتوني جدا جدا احب ارحب بكل متابعين قناة حكايات ماما نونة ولو انت اول مرة بتزهر لك القناة وعجبتك القصة اشترك في القناة واعمل لايك للفيديو وكتب لي رأيك في كومنت وانضموا لعلتنا السويرة اللي مش هتكبر غير بيكم بازن الله يلا بينا نكمل قصتنا ونشوفها استيقظت نور من نومها ونظرت حولها لم تجد احد وتعجبت من ذلك فعادة يأتي عمر ليوقزها هي وصمر فاين هم يا ترى هزت كتفها بلا مبالا وخرجت للصالة وهي ترتدي بيجامة طفولية جدا وتربط شعرها على هيئة ديلين فرس دخلت المطبخ لتبحث عن افطار لها ووجدت رسالة على باب التلاجة من صمر صمر صباح العسل يا نور عيني عمر عنده مشروع جديد عشان كده مشي بدري وانا عندي حصة اولى عشان كده رحت المدرسة بدري ومرضتش اصحيكي عشان تعبك مبارح وانت مخطوفة ومسحولة يا عين امي ملحوظة انا اللي كانت الجبنة انهت نور الرسالة وهي تضحك على ابنة خالتها المجنونة فتحت التلاجة لم تجد سوى بيض وخضار وبعد المربة واللنشل قالت لازم اقول له عمر يجيب خزين عشان الاكل ده قفلت التلاجة ودخلت لغرفتها وهي تنوي ان تأكل اي شيء من الخارج خرجت من الشقة ولقيت في نفس الوقت بيخرج هذا الشخص السمج الذي تكرهه استاذ عاطف محصل ضرائب معجب بها وعرض عليها الزواج حاولت ان تتجاهله وتذهب ولكنه اوقفها نور نعم يا استاذ عاطف في حاجة عاطف بنظرة تفحصية لها اه هو انا نور لحظة تفحصه لها تصدق انك راجل ناقص الله 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 ليه الغلط ده بس يا حزابتة حزابتة ده انت راجل وسخ متجوز ومخلف وعينك عايزة تندب فيها رصاصة يا معفن ليه كده ايه اللي يعبني يعني ده انا هعيشك عيشة ملوكي ما تحلميش بيها بكرشك ده بصل لها بحدة لا متشكرين افضلك مش بحلم انا باحلام زي دي عزلي بقول المعزتين قبل ما نام وسبته ومشت بس عاطف عليها من الخلف وهو بيقول ماشي يا نور مسيرك يجي اليوم اللي تترجيني فيه اتجوزك وساعتها هزلك يا امر بس الصبر مشت نور وبغضب نقصة اهلك هي على الصبح اف ثم ماشت باتجاه عربة فول على اول شارعها نور ببسمتها المعروفة صباحك فول يا عم حمدي حمدي هو بيتحك يا بكاشة صباحك اشطى يا قلب عمك حمدي هاي ست البنات نفس الطلب اه بس بسرعة يا عم حمدي عشان متأخر حاضر يا بنتي وضع عليها حمدي طبق فول ورغفين من العيش وبيضة مسلوقة وطبق سلطة وبدأت نور تأكل بسرعة ووجدت هاتفها بيرن ووجدتها صديقتها مريم نور وهي بتأكل قاله يا مريم انتي فين يا حجة اللي هو عايزك وطلبت من بدري يا الله كل يوم لازم ابدأ بوصلة تهزيق محترمة طب يا غتي بسرعة لا تبقى الضبل جاية هوا قفلت نور وعملت لنفسها سندواج ومشت وهي بتجري سلام يا عم حمدي عشان هتقدر ضحك حمدي عليها فكل مرة بيحصل نفس الشيء هذه الفتاة ببسمتها وطفوليتها ومشاكستها عوضته عن غياب الابناء فدع لها ان يرزقها الله شخص يسعدها ولم يعلم انها ستكون بنت الشيطان وفي طائرة متجهة لاسبانيا كان قاعد شاب صاحب بشرة بيضة وشعر اشقر وعيون زرق ولحية خفيفة اخذ الشاب ينظر في الملف امامه والذي يحتوي على مهمته الجديدة نعم فهذا الشاب لم يكن سوى الشيطان ولكن متنكد فهو يلبس قناع بشكل اخر ولا احد يعرف شكله الحقيقي نظر في الملف امامه فمهمته الجديدة هي الميكروفيلم الذي يتسار عليه اكبر زعماء المافيا فهو لا يعلم ما يحتوي عليه هذا الميكروفيلم سوى انه سلاح جديد وخطير ولكن ما هو متأكد منه انه مهم جدا وهذا بسبب رغبة كل زعيم في الحصول عليه بل وصل الامر للقتال بينهم واخر من فاز به او عفوا سرقه هو متينيو الاخبيترو زعيم موفيا اسباني والذي مولع بمصارعة الثيران كما يملك حلبة مصارعة خاصة به ليستمتع بالاكل نعم فالثور في هذه الحلبة ليس ثورا عاديا بل ثورا قاتل يقتل بدون تردد ولم يستطع احد ترويضه سوى متينيو الاخبيترو وحتى يزيد التحدي وضع جائزة لمن يستطيع هزيمة ثوره المميز وهي ان الفائز يمكنه طلب اي شيء منه دون ان يرفض طلبه فاغلق الشيطان المستند ونظر امامه فيبدو ان مهمته هذه المرة ليست ككل مرة اغمد عينيه وهو يفكر في الطريقة التي سيصل فيها لمتينيو الاخبيترو وصلت نور المديرية وكل شخص بيشوفها بينظر لها بنفس النظرة التي تفهمها ويخبرها بالتوجه لمكتب اللواء تعجبت منهم نور هل هذه الدرجة يحبون ان يتم تجديرها فهم يخبروها للزهاب ببسمة عريضة ذهبت نور وطرقت الباب وانتظرت الرد اللواء من الداخل اتفضل دخلت نور وهي بتبصله بقلق حضرتك طلبتني نور بنتي وبنتي صاحب عمر الغالي بصت له نور باستغراب وديقت عينيها عشار اللواء للمقعد عادي يا بنتي وقفة ليه ها تشعبي ايه بقى نور بدون تردد وبطفولة فرولة بلبان بصت له اللواء بتعجب ثم طلب لها العصير برافو عليك يا بنتي انا كنت واثق انك قدها رفعت راسي بين المدريات التانية وقرب ليها بهامس بس قوليلي ازاي عملتيها دي بصت له نور بتعجب وبنفس الهامس عملت ايه حضرتك كفاية تواضع بقى المدرية كلها شافت انتي عملتي افع صبت الفتوة دول متكسرين خالص ورجعت الاطفال لأهلهم وبعدين كلمتينا عشان نروح نقبض عليهم وهم متلبسين والمخدرات محضوطة مكان ما قلتي نوره هي بتفكر هي فعلا اتصلت بيهم ولكن مش هي لضربتهم نور لتوضح الامور بس يا فندم مش اطحها اترقع الباب ودخل العسكري بيحمل العصير وضعه وخرج اللوه وهو بيشاور للعصير اشرب يا بنت العصير وجهزي عشان المهمات الجاية ما حدش هيطلحها غيرك بسقت نور العصير نعم ايه ايه اللي طلحها دي انت نجحتي في المهمة دي بامتياز فعشان كده المهمات الصعبة هيتم توكيلها ليكي نوره هي بتبصله بملامح توشك على البكاء فاي مهمات صعبة هذه هي تكاد تقتل في المهمات العادية نور محاولة تهرب لا يفندب احب اسيب المهمات الصعبة للي بيعملوها مش عايزة اقطعيش حد انا اخدت القرار يا سياد النقيب اتفضلي النهاردة اجازة تأدينا اللي تعبك مبارح يا فندم حضرتك فهمت غلط مش انا اللي هو مقاطع انا اخدت قراري يا سياد النقيب اتفضلي مبسط له نور بغضب طفولي واخذت تتمتم وهي تغرب وتقلده خلاص اخدت قراري يا سياد النقيب اتفضلي يساتر عليك راجل ثم قالت ببكاء مصطنع يمرك يا نور هعمل لي دلوقتي اروح المهمات الصعبة واستشهد ولا ادور على الراجل الغامض بسلامته واخليه دربني ايوه فعلا هو ده اللي هعمله اهروح للي اسمه سراج واقنعه يوصلني لي ما هو مقدمش حل غيره يا رب بقى وصلت نور للشركة ونزلت وهي بتبص لها بمبهار واو ايه الشركة دي ثم نزلت للمدخل وهي تشجع نفسها فالامر الان لم يعد تسليع او فضول او حتى تحدي سمر بل حياتها توجهت للشركة واوقفها الحارس رايحة فان انتي نوره هي بتبص له طلع لمدير الشركة واي حد يجي للمدير هنطلعه يلا يا عسل روح لعبي بعيد بصت له نور بغضب هل يراها طفلة ام ماذا نظرت لسيابها وجدت انه معه الحق فهي ترتدي سيلوبيت جينز واميس اصفر اسفله وتربط شعرها بفيونكا سفرة بصت له برجاء ولكنه قابله ببرود نور في نفسها يا باي على دمك ايه ده انا شرطة المفروض ادخل عادي ايه الهبل اللي انا فيه ده اخرجت نور الكارنيل خاص بها ووضعته امام عينيه وتكلمت بحدة عايزة شوف المدير الحارس بخوف اسف يا فندم ما كنتش اعرف حضرتك اتفضري دخلت نور وهي بتضحك عليه ايه يا بيت يا نور الحلاوة دي وجدت قصادها الاستقبال ووجدت فتاة جميلة جدا ومحجبة نور السلام عليكم عليكم السلام اتفضلي اساعدك ازاي عايزة اقابل المدير مستر سراج نور هزت راسها مستر سراج في الدور التلاتة واربعين فوق هيوروك المكتب بتاعه شكرا لك العفو يا فندم ده شغلي انطلقت نور ودخلت المسعد ولما وصلت للمسعد وفتحت بابه شافت شيء جعلها تفتح فمها من الصدمة وفي اسبانيا وصلت الطائرة وهبط منها الشيطان وصار بكل شموخ وراكب سيارة وذهب لفندق قريب من حلبة متينيو الاخبيترو دخل وفتح حقيبته واخرج منها اسلحة مختلفة وقام بتجهيزهم وتخبئتهم في اماكن لا يستطيعون الوصول اليها غدر الشيطان حجرته متجها للحلبة راكب المسعد ولكن هناك شخص اوقف المسعد دخلت هي بكل اغراء فمن يرى كتلة الوسامة هذه ولا يحاول اغراءه نعم فالشيطان كان بشكله الحقيقي حيث انه له بشرة برونزية وغمستين تظهران حتى اذا تحدث ولحية خفيفة تزده وسامة طوله وعضلاته البارزة من التشيرت الاسود ورموش الكسيفة نظرت له بتمني فهي تدفع عمرها مقابل ليلة بين احضان هذا الفاتن بينما هو يتجاهلها كأنها هواء اقتربت منه محاولة خلق اي حوار معه حتى يلتفت لها ولكن كان بروده هو الطاغي عليه تنحنحت الفتاة لو تلفت انتباهه بينما هو اتسم بجانبية وزخرية عليها ولكن زادته هذه الابتسامة وسامة نظرت هي له وسحرت تماما وكادت تعرض عليه هي ليلة معه فلا يهم مكانتها فالتذهب للجحيم ستحصل عليه ولكن قبل ان تتحدث وقف المصعد وخرج هو منه فزفرت هي بغيس لضياع هذه الفرصة منها خرج هو لخارج الفندق واستأجر سيارة وبدأ يحوم حول الحلبة حتى يدرسها جيدا ثم ركن سيارته ودخل للحلبة وقعد وعينه لا تفارق واجه متينيو الاخبيترو فهو ينظر اليه بدقة ويراقب ملامحه ويراقب حركاته دارت عينه في المكان ليرى عدد الرجال فرأى عدد مهول منهم يحوطون الحلبة درس الامر جيدا والان انتهت هذه الجولة بموت رجل اخر على يد الثور رأى ضحكة متينيو الاخبيترو وكأنه يصخر منهم لعدم مقدرة احب على مواجهة ثوره العزيز تحرك الشيطان لخارج الحلبة وهو ينوي ان يأتي لاحقا بعد ان يرتاح ولكن وقتها سيخرج من الحلبة لمنزل متينيو الاخبيترو رجع للفندق وتسطح على الفراش واغلق عينه لتأتي لاحلامه مرة اخرى سارقة النوم من عينه فتح المسعد لتفتح عينيها من الصدمة فتا يقبل فتا بطريقة قذرة في المسعد وكأنه سيأكلها نور بصراخ بلهجتها الصعادية فهي عندما تغضب تغرب منها لهجة صعادية تلقائي اخص عليكم جليل الرباية من نكليها استحيا وسخ ايه اللي بتعمله في البنية ده انت نعجز تقولها يا معفن اسفخص بينما الشاب والفتاة يكدان يموتانا حرفيا من الاحراج نور وهي بتتخطاهم لتدخل المسعد ناس جليلة حية بصحيح نظر الشاب للفتاة بعد ذهاب نور بحرج ونظرت هي له بلوم وتركته وذهبت نور في المسعد والشاه كان احمر من الاحراج اللي تعرضت له فهي كالطفلة لا تعرف هذه التصرفاتها ابدا ليس كشباب هذه الايام يتفننون في هذه الاشياء القذرة خلصت حلقتنا بس لسه حكايتنا مستمرة ولسه يعتبر بنمهد للاحداث اللي بجد وما خافية كان اعظم اتمنى ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ولو عجبتك القصة ادعمنا بلايك للفيديو فضلا وليس امرا مع السلامة